عايزة يعني أبتدي طبعاً في 2020 دي سنة صعبة من بدايتها الحقيقة كل الأخبار فيها والتجارب كانت خاصة على الناس كلها وعلى العالم كله مش عايزة أقول على دايماً نقول الأسرة دي مجربة البلد دي ظروفها كانت صعبة الحقيقة السنة دي جاية صعبة على العالم كله ربنا قدر أن يرفع الحزن عن العالم كله يا رب والوباء عن العالم كله لكن يمكن حتى فيها الناس اللي فارقونا من بداية 2020 كانوا كتير جداً جداً على كل المستويات طبعاً لو هتكلم على الفنانين اللي فارقونا ورحلوا عن علامنا لكن أنا عايزة أقول أن فكرة أن الإنسان يسيب تاريخ أن الإنسان يسيب أثر أنه يكون علم في وجدان الناس عن طريق الفن وهو ده مفهوم الفن الصحيح أو هي دي الرسالة السامية للفن طبعاً رحلت عن علامنا الفنانة الجميلة البشوشة يمكن صاحبة الكلمات الكتير مننا حتى في مواقف معينة كده يفضل يردد الكلمات السابت أثر كده مع الشارع المصري من زمان جداً هي الفنانة القديرة شويكار ربنا يرحمها ويعزي كل أسريتها وكل محبنا طبعاً برضو يعني طبعاً الفنانة شويكار فنانة عظيمة جداً في تاريخ الفن المصري مرتبطة بأزهان وجدان المصريين بالفن الجميل والفن الراقي اللي قدمته هذه الفنانة الكبيرة والعظيمة كمان فنان عظيم جداً مضطرب بطل كمان بطل من أبطال وسقور المخابرات المصرية ولو حكايات وتاريخ طويل رجل وطني الحقيقة ما فيش حد يختلف على وطنيته ربما الفن بتاعه واحد يقبل واحد ما يقبلوش لكن وطنية هذا الرجل الحقيقة تاريخ كبير جداً في الوطنية وسقر من سقور المخابرات المصرية هو الفنان سامير الاسكندراني برضو فقدناه نحن خلال يومين فقدنا الفنانة شويكار وفقدنا الفنان سامير الاسكندراني والفنان كمان سناء شافع كان فنان كمان قدير وعظيم جداً الحقيقة احنا من الدول المميزة بالفن والرقي في الفن والفن يا هيب احنا عم معانا هنا بيسيب جزء كده مننا بيشكل جزء من وجدان كلها سداني ممكن أجيال الشباب الصغير ده تلاقيه بيردد مقولة معينة يعني أو زي ما يقول كده من فيلم من مصرحية من حكا هو بيبقى ساعات بيبقى مش عارف ده جاي منين بس من كتر ما هو بقى متداول والناس بتتنقلوا كده بيوصل حتى للشباب الصغيرين وبيقولوا البعض فده دليل على انه بيأثر وبيشكل الوجدان اعتقد ان حتى معظم الفنانين العرب او غير المصريين كل واحد عاوز يشوق طريقه ويبتدي ينتشر ويوصل فنه للناس بيبقى المكان اللي لازم يبتدي منه طريقه صح بيبقى هو مصر ومن هنا بتكون نقطة الانطلاقة بتاعته ترجمة نانسي قنقر